أعلنت لجنة الصحة والوقاية الوطنية باللصين والتي دأبت على نشر أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد على مدار السنوات الثلاثة الماضية أنها لن تنشر مثل هذه البيانات اعتباراً من اليوم الأحد وقالت اللجنة في بيان إن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بكوفيد من أجل الرجوع إليها والبحث دون تحديد أسباب هذا التغيير أو تيرة تحديث المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها المعلومات المتعلقة بكوفيد-19 اشتركوا في القناة